اوديو بوك بالعربي يقدم رواية نعاس للكاتب هاروكي مراكامي بصوت حسام عقل واحد ها قد انقضت سبع عشرة ليلة ولم انا بعد انتبهوا لست اتحدثها هنا عن الارق فانا احمل فكرة عنه اذ تعرضت لشيء يشبهه حين كنت في الجامعة اقول شيء يشبهه لانني غير متيقنة تماما من ان الاعراض التي عرفت تتطابق مع ما نطلق عليه جميعا الارق لو انني ذهبت الى المستشفى لكنت علمت دون شك ان كان ارقا ام لا ولكن ذلك بدى لي حينها امرا لا جدوى منه رغم انني لم اكن املك اي سبب يؤيد اعتقادي ذاك فقد كان مجرد حدس لا غير تصوروا اني لم افكر ابدا في زيارة طبيب ولا انا تحدثت الى عائلتي او اصدقائي ولو فعلت لكانوا طالبوني في كل الاحوال بالذهاب الى المستشفى استمر ارقي هذا او ما يشبه الارق شهرا من الزمان شهرا كاملا لم انعم خلاله بليلة واحدة من النوم العادي فقد كان يكفي ان اضع نفسي في الفراش مستجدية النوم كي تغمرني حالة من التيقظ التام وكأنها رد فعل مبرمج على مجرد الرغبة فيه وكلما زاد اسراري على النوم الا وتراجعت قدرتي على ذلك فاشعر على العكس بانني متيقظة اكثر فاكثر جربت الطرق الممكنة كلها ولكن دون جدوة فلا المنومات نفعات ولا الكحول عند الفجر احسست اخيرا بالخدر يشتاحني ولكنه لم يكن نوما حقيقيا فما ان اوشكت اطراف اصابعي على ملامسة حافة النوم حتى وجدتني في يقظة تامة كنت قد بدأت اشعر بالنعاس فعلا ولكني سرعان ما احسست بوعي المتيقظ تماما وكأنه يراقبني من الغرفة المجاورة التي لا يفصلني عنها سوى جدار رقيق كان جسمي يطفو في التباس مع اشراقة الفجر الاولى والى جانبه قيد انملة كنت اشعر بانفاس وعي ومظرته الملحة نعم كان جسمي يستجد النوم فيما ذهني يتشبث بيقظته كنت اقضي اليوم باكمله شبه نائمة وكان وعي مشوشا يغمره الضباب حتى انني لم اعد استطيع تقدير المسافة التي تفصلني عما يحيط بي من اشياء ولا تحديد احجامها وتركيبتها اذ كان الخدر يشتاحني كل مرة بالانتظام الزمني ذاته لموجة في بحر فاذا بي اخفو دون ان انتباه سواء كنت على مقعد الميترو او على طاولة العمل او حتى وسط الدرس واثناء تناهل العشاء كنت اشعر بوعي وكأنه يبتعد عن جسمي ليشرع العالم في التأرجح بلا طجيج كل ما حولي كان ينهار لم اكن ابه للصوت الذي يخلفه قلمي او فرشاتي او حقيبة يدي اذا ما سقطت دون ارادة مني كنت اود لو انام عميقا ولكن ذلك بقى مجرد امنية فظلت يقذي حاضرا باستمرار وظللت ارزح تحت ظله الجليدي والغريب ان هذا الظل كان ظلي انا فكرت وسط خملي انا داخل ظلي امشي نائمة اتكلم نائمة واحد ممن حولي لم يلحظ الحالة المتطرفة التي وجدتني فيها لقد فقدت ستة كيلو جرامات في شهر واحد ولكن لا افراد عائلتي ولا اصدقائي انتبهوا الى ذلك رغم اني كنت اعيش بينهم نائمة نعم كنت انام واقفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى فقد جسمي قدرته على الاحساس وكأنه جثة غريق وصار كل شيء غائما ملتبسا بما في ذلك وجودي ذاته فتفاصيل حياتي لم تعد بالنسبة الي اكثر واقعية من اية خيالات اخرى بل قد خيل لي انه يكفي ان تهب ريحا قوية ليقذف جسمي الى اخر العالم الى الطرف الاخر من الارض في ذلك المكان المجهول تماما حيث سيظل منفصلا عن وعي الى الابد لذا وددت لو اتشبث بايتي شيئا لأحول دون وقوع ذلك امعنت النظر في كل ما حولي فلم ارى ولو غصنا ضئيلا لاتشبث به يجيء الليل فاستفيق تماما حتى وان كانت قواي قد افرغت لتويها اي قبل استفاقتي تلك بلحظات وكأن قوة جبارة كانت تتدخل لتبقيني على هذا الحال من السهر قوة هائلة الى درجة انني لم استطع فعل اي شيئا لمجابهتها سوى ان اظل متيقظة الى الصباح فاقبع في ظلمات الليل مشوشة التفكير مصغية الى عقارب المنبه وهي تلتهم الساعات التهاما وفي جمود تام اتابع النظر الى الظلمة وهي تتسع ثم الى الفجر وهو يبزغ وفي احد الايام انتهى هذا كله من دون اي علامة مسبقة او اي سبب خارجي لقد توقفت هذه الحالة فجأة ذات صباح وانا جالسة الى طاولة الفطور حيث شعرت بالنوم يشتاحني كالاغماء فنهضت دون ان اتفوه بكلمة واحدة اذكر ان شيئا ما سقط عن الطاولة وان شخصا ما خاطبني لكنني لم اكن لادرك ما يجري بلغت غرفتي متمايلة اندسست تحت الغطاء دون ان افكر لحظة في تغيير ملابسي وغرقت مباشرة في النوم استغرق النومي 27 ساعة بتمامها حتى ان ام تابها القلق فترددت علي مرات عديدة لتحركني او لتططب على خد برقة ولكنني لم اكن استيقظ نمت طوال 27 ساعة مثل حجر ثقيل وحين افقت اخيرا اغطت الى حالة الطبيعية او لنقل ما يشبه حالة الطبيعية لم تكن لدي فكرة عن سبب ظهوري مثل هذا الارق فجأة ولا عن كيفية تلاشيه غير المتوقعة كان الامر اشبه بسحابة سوداء كبيرة دفعتها الرياح نحو سمائي فحجبتها سحابة قاطمة ملآب اشياء تخصني مؤلمة ومشهولة من اين اتت تلك السحابة و الى اين ذهبت لا احد يملك جوابا المهم انها جاءت وغلفتني ثم رحلت نقص النوم الذي اعانيه الان لا علاقة له بكل هدفه ومختلف تماما وحتى ابسط الامر قليلا اقول انني لا استطيع النوم ولو لقيلولة واحدة قصيرة وما عد ذلك فان حالتي طبيعية تماما فعلى الرغم من انعدام اي احساس لي بالنعاس فان وعي يبدو في حالة مثالية ان لم نقل انه في حالة افضل من المعهود كذلك لم تظهر علي اية اعراض بدنية خاصة اذا احتفظت بشاهية مفتوحة ولم اشعر باي تعب مستجد اي انني من وجهة نظر الواقع اليومي لا اعاني من شيء غير اعتيادي انا فقط لم اعد انم لم يرحظ احد ذلك لا زوجي ولا ابني ومن جهتي لم اصرح لهما بشيء فلو اخبرتهم بالامر لكان طلب مني الذهاب الى المستشفى وانا اعلم ان ذلك لن يجدي نفعا ومثل ما هو الحال في حادثة الارق السابقة كنت متأكدة انني الوحيدة التي بامكانها معالجة ذلك وهكذا فانهما لم يعلم بشيء مما يحدث فيما واصلت حياتي في الظاهر على الاقل سيرها الهادئ المنتظم دون تغيير يذكر فما ان يغادر زوجي وابن المنزل كل صباح حتى اخذ السيارة واذهب الى التسوق بالمناسبة نسيت ان اخبركم ان زوجي طبيب اسنان وانه يملك على مسافة عشر دقائق من هنا اذا ما استعملنا السيارة عيادة يتقاسمها مع صديق قديم له تعرف اليه ايام الجامعة وهو ما يسر لهم اعتماد مساعدة عمل واحدا لكليهما واتح لكل منهما تمرير الزبائن للاخر حسب ما تقتضيه مجرايات العمل وزحمة المواعيد ولانهما كان من البارعين في هذا الاختصاص فقد ازدهرت عيادتهما سريعا هي التي لم يمضي على فتحها اكثر من خمس سنوات ولم تحظى باي دعم خارجي بل ان الامور لفرط ما جرت بشكل رائع باتت سببا في تراكم العمل على زوجي حتى انه في لحظات الصفاء كان يصارحني قائلا وددته لو احي حياة اكثر هدوءا ولكني لا املك ان اتذمر نعم علينا ان لا نتذمر ما دام المبلغ الذي اقترضناه من البنك لفتح العيادة قد فاق تقديراتنا الاولية بكثير ويجب ان نعترف بان فتح عيادة لائقة يتطلب اموالا طائلة لاقتناء افضل المعدات فالمنافسة في هذا المجال شريسة جدا اضف الى ذلك ان المرضى ما كانوا ليتدافعوا على بابنا منذ اليوم الاول كم من عيادة المماثلة شاهدنا افلاسها جراء قلة الزبعن كنا حينها شابين فقيرين وطفلنا ما يزال صغيرا بعد لم يكن في مقدور احدا الجزم ان كنا قادرين على ايجاد مكان لنا في هذا العالم القاسي ام لا ولكننا بعدما مضى خمس سنوات فعلناها لذا ليس من حقنا ان نتذمر وعلى كل حال لم يبقى لنا سوى ثلثي القرد لتسديده احيانا كثيرا كنت اداعب زوجي قائلة اتساءل فالا ان كان لوسامتك دور في كثرة الزبائن كانت تلك دعابة مفضلة والسر في ذلك ان زوجي لم يكن في واقع الامر وسيما بالمرة بل يمكن القول انه كان ذا وجه مضحك حتى انني ما زلت اتساءل الى اليوم عن سبب اختياري لزوج بمثل هذا الوجه الغريب والحال ان صديق الحميم وقتها كان غاية في الجاذبية يصعب علي فعلا ايجاد الالفاظ المناسبة لوصفي وجه زوجي فهو وان لم يكن جميلا فانه ليس من القبح بما يثير الاشمئزاز وبصراح فان الصفة الوحيدة التي تلائمه هي غريب او ربما ايضا مراوغ وعلى اي حال ليس هذا كل شيء فلطالما شعرت بان هناك في مكان ما عنصرا حاسما بامكانه ان يفسر سر استعصاء وجه زوجي على التعريف الى هذا الحد فكرت لو اني اقبض فقط على هذا العنصر فسوف افهم حينها كل محددات الغرابة في هذا الوجه لكنني في النهاية لم استطع اتذكر انني حاولت مرة رسم وجه زوجي فلم اوفق ظل قلمي معلقا وظللت مسمرة في مكاني غير قادرة على معرفة الشيء الذي يشبهه والد ابني دهجت لي عجزي حد الذهول كان قد مضى على عيشنا معا وقت طويل ومع ذلك وجدتني غير قادرة على تذكر تفاصيل ملامح الرجل الذي اقاسمه كل شيء طبعا لا تحتاجون الى ان اؤكد لكم اني حين ارى اتعرف عليه فورا واني استطيع استحضار وجهه في ذهني ولكني كلما حاولت رسمه الا وكنت مدركة تماما ان لا شيء سيأتي كان الامر اشبه بمصادمة حائط غير مرئي لذلك لن اعيد المحاولة الان وساكتفي بالقول انه يملك وجها غريبا وانني كنت من وقت لاخر انزعج لذلك ورغم كل هذا الذي ذكرت فانه من الانصاف الاحتراف بان زوجي كان رجلا من اولئك الذين يستحوذون على الوجدان بسهولة وهو معطن في غاية الاهمية اذا ما نظرنا الى طبيعة عمله رغم اني شبه متأكدة من انه حتى لو اختار اختصاصا مهنيا اخر فانه سينجح لا محاله فهو يملك قدرة عالية على بعث الهدوء والسكينة في نفوس اغلب محدثيه وانا شخصيا لم يسبق لي ان عرفت شخصا على شاكلته بل اني لا ابالغ حين اقول ان اغلب صديقاتي معجبات به انا ايضا اكن له مودة حقيقية ما في ذلك شك واغلب الظن انني احبه فعلا ولكن من باب الصراحة يصعب علي الجزم بانه كان يعجبني بشكل خاص وعلى كل حال هو يملك مازية فريدة فهو يعرف كيف يضحك بتلقائية مثل ما يفعل الاطفال في حين ان الرجال الراشدين عموما لا يسعهم فعل ذلك ثم انه لعل ذلك امرا طبيعيا نظرا الى طبيعة مهنة يملك اسنانا جميلة جدا ليس خطأ ان كنت جميلا الى هذا الحد هكذا كان يقول لي وهو يبتسم ردا على دعابتي لم يكن يغير اجابته بتاتا مع انها كانت مسحة غبية لا تضحك غيرنا لكنها في النهاية طريقتنا في ادراك الواقع لقد فعلناها معا ونجحنا في حفظ بقائنا وسط عالم لا يرحم لذا يمكن اعتبار الامر طقصا حميميا لا يخلو من اهمية في نظرنا في الثامنة والربع من كل صباح كان يركب سيارته البلو بيرد ويغادر موقف السيارات التابع للعمارة وابننا الى جانبه ذلك ان المدرسة الابتدائية كانت تقع في النهج المقابل للعيادة اقول لا انتبه لنفسك جيدا فيجيبني اطمئني لن تكون هناك مشاكل كنا نكرر الكلمات ذاتها باستمرار لكني لم استطع الكفة عن قول ذلك ولا هو استطاع الامتناع عن رده المعهود ليضع بعدها شريطا لموزارت او هايدن في راديو كاسيت السيارة وينطلق وهو يدندن مع النغم كان وابني يحركان يديهما ليودعاني قبل ان يذهب وكم كان مدهشا مدى التشابه في حركة يديهما وهما يحنيان رأسيهما الى الزاوية نفسها ويديران كفيهما المتشابهين نحوي ويحركانهما حركات صغيرة من اليسار الى اليمين وكأنهما بصدد الاستجابة الى تعليمات مدرب رقص من جهتي كنت استعمل سيارة هوندا سيفاك بعتني اياها احدى صديقاتي منذ عامين بسعر زحيد اذ كان مضاد الصدمات فيها مكسور قليلا وبعض مواضع هيكلها صديقة اضافة الى ان طرازها قديم بعض الشيء ومن المؤكد انها طوط 150 الف كيلو مترا على اقل تقدير وفوق هذا كله كان محركها يطلق من وقت الى اخر حوالي مرة او مرتين في الشهر قرقعة تبعث على القلق فعلا وفي مثل تلك الحالة كنت عبثا احاول تشغيلها فاضل استجديها لعشر دقائق او اكثر الى ان ينتهي الامر بان تستجيب لي مصدرة صوتا تكشف من خلاله عن صحة محركها الجيدة فاسر لنفسي حسنا ليس بالامكان فعل شيء اذا اذلك فكل الناس لهم الحق في مزاج عاكرة مرة او مرتين في الشهر ومن الجائذ دائما ان لا يعمل شيء ما مثل ما نريد فهكذا صنع العالم كان زوجي يكنيها بحمارك اللاهث لكن ذلك لم يكن يعني شيئا بالنسبة اليه فهي سيارتي اولا واخيرا وهكذا اذا كنت اصعد في السيفك واذهب للتسوق من المركز التجاري ثم اعود فاقوم بالتنظيف وغسل الملابس قبل ان اختم اشغالي بالمطبخ كان الصباح يمثل لي الموعد الامثل للقيام بجل الاعمال حتى انني كنت كلما سنحت للفرصة اسارع بتهيئة ما يلزم للعشاء كي تبقى فترة ما بعض الظهر كلها لي وحدي كان زوجي يعود الى البيت عند كل ظهر لتناول الغداء فهو لم يكن يحبذ الاكل في الخارج وكم من مرة علل ذلك قائلا كل الامكنة مزدحمة واذا وجدنا مكانا فسنأكل بمشقة وعلاوة على ذلك ستعلق بملابسنا رائحة التبغي كريهة وبالتالي وجد نفسه مضطرا للرواح والمجيء من اجل وجبة بيتية حتى وان كلفه ذلك وقتا اضافيا يقططعه من ساعات العمل علما واني لم اكن اعد له اطباقا معقدة بل كنت اكتفي بتسخين ما بقى من طعام الامس في المايكرويف اذا ما تيسر الامر او باعداد عجينة كريهة في افضل الحالات باختصار لم يكن طعام الغداء ليمثل لي عبءا اضافيا زد على ذلك اني كنت بدوري مفضل الغداء مع زوجي على الغداء وحيدة في البداية عندما كانت العيادة تخطو خطواتها الاولى حضى زوجي بمساحات شاغرة في لائحة مواعيده المسائية انتهزناها لقضاء وقت ما بعد الغداء في الفراش كانت ممارسة الحب في مثل ذلك الوقت امرا رائعا كل ما حولنا يستقر في هدوء وضوء المساء الرقيق ينسل الى الغرفة ابيضا شفافا كنا اصغر بكثير مما نحن عليه الان وكنا سعداء طبعا ما نزال سعداء بالعيش سويا ولا ارى شائبة لمشاكل تلوح في الافاق فانا احب زوجي واثق به او على الاقل هذا ما اعتقده وهو من جهته يبادلني المشاعر ذاتها على ما اظن بمرور الوقت تتغير الاشياء من تلقاء نفسها ولا نستطيع فعل شيء امسياته الان باتت ملقى بالمواعيد فصرت تراه بمجرد انتهائه من الغداء ومن حك اسنانه في الحمام يسارع الامططاء سيارته والعودة الى العيادة حيث تنتظره الالاف بل عشرات الالاف من الاسنان المريضة وشيئا فشيئا قبلنا الوضع ليترسخ لدينا شعور عام بانه ليس في وسعنا طلب الكثير اثر خروجه كنت اخذ من شفتي وثوب السباحة واذهب بالسيارة للقيام بجولة في النادي الرياضي الخاص بحينا فاسبح لنصف ساعة باذلة جهدا حقيقيا في التمرن لا ولعن بالسباحة وانما حرصا مني على عدم زيادة وزني فقد كنت مغرمة بقوامي وعلى العكس من ذلك لم اكن احب وجهي ابدا صحيح اني لا استهجنه تماما الا انه لا يروقني اما جسدي فنعم لطالما احببت اتأمله في المرآة وهو عاري وكم كان يستهويني بحيويته المتوازنة ورقة محيطه الساحر فاشعر بان في داخل هذا الجسم شيء ما ثمين يخصني شيء لا اعرف كنها ولكني اعرف مدى حرصي على حفظه من التلاف انا الان في الثلاثين من عمري واراهن ان اولئك الذين بلغوا سني سيفهمونني حقما حسنا لنتفق اولا ان بلوغنا الثلاثين ليس نهاية العالم صحيح ان التقدم في السن امر غير مفرح ولكن علينا الاعتراف ايضا انه قد يسهل بعض الشيء اي ان المسألة في النهاية تخضع لفلسفة الحياة لدى كل فرد ليبقى الشيء المؤكد هو ان النساء حينما يبلغنا الثلاثين ويكون محبات لاجسامهن طواقات للمحافظة على رشاقتهن عليه النابت للكثير من الجهد لاجل ذلك امي هي التي علمتني هذا كانت فيما مضى نحيفة وجميلة ولسوء الحظ لم تعد كذلك وانا لا اريد ان اولى الى ما الى اليه اثر حصة السباحة اقضي بقية الوقت في انشطة اخرى تختلف باختلاف الايام كأن اتجول في الشوارع متفرجة على الملابس المعروضة في المحلات او ان اعود الى البيت فاتخذ مكاني على الاريك متصفحة كتابا ما او ان استمع الى الرايديو كذلك قد يحدث ان يكون ما افعله بكل بساطة هو ان انام بعد ذلك بقليل كان ابني يعود من المدرسة فاغير له ملابسه واعطيه لمجة تعليق الراوي لا تسألني ما هي اللمجة لاني لا اعرف اسأل المترجم ثم ادعه ينصرف للعب مع اصدقائه فهو ما يزال بعد في الفصل الابتدائي اضف الى ذلك انه لا يتلقى دروس التدارك المسائية وانا من جهتي لم اكن اطالبه باية انشطة تعليمية خارجي اطار المدرسة لنتركه يلعب يعلق زوجي كلما تزرقنا الى هذا الموضوع ثم لا يلبث ثم لا يلبث ان يضيف لندعه يكبر بشكل طبيعي وهو يلهو عند خروجه للعب كنت اقول لا انتبه لنفسك مفهوم فيجيبني على طريقة ابيه لن تكون هناك مشاكل كان يواصل اللعب حتى السادسة موعد جلوسه الى التلفاز يتفرج على الصور المتحركة وكنت انا اثناء ذلك اعد طعام العشاء اما زوجي فقد كان يصل الى البيت في حوالي الساعة السابعة حينما لا تكون مواعيد عمله جد متأخرة لم يكن له ما يعطله اثناء الرجوع اولا لكونه لا يشرب الخمر وثانيا لانه محدود العلاقات الاجتماعية لذا فهو لم يكن يستهلك من الوقت ما بين اتمامه العمل وبلغه البيت اكثر مما تقتضيه المسافة الفاصلة بينهما اثناء الاكل كان كل واحد من ثلاثتنا يروي تفاصيل يومه للاخرين فيما يشبه العرف وفي هذا السياق كان ابني اكثرنا كلاما ولعل ذلك مرده حداثة سنة فبالنسبة اليه كان كل ما يجري في يومه حدثا يستحق الانتباه لانه يراه بعين الجلدة حيث تلتق الحيوية بالغموض من جهتنا كنا ونحن نصغي الى ما يسرده من حكايات نشرح له اراءنا وافكارنا بخصوص هذه المسألة او تلك ونظل كذلك حتى انتهائنا من الاكل عندها كان يتوجه الى قرفته ليتسلى برهة من الزمن على انفراد اما بمشاهدة البرامج التلفازية او بمطالعة كتاب واحيانا كثيرا كان يتخلى عن وحدته ليمارسوا العابا اجتماعية مع ابيه اما حين تكون لديه واجبات مدرسية لينجزها فانه يلازم غرفته حتى موعد النوم لينهض في تمام الثامنة والنصف وينسل الى فراشه فالاعبه قليلا وامسد على شعره قبل ان اطفئ النور واغادر متمنية له نوما هادئا ما ان يخلط ابني لنوم حتى اجدني وزوجي وجها لوجه فنشرع في الحديث عن مرضاه وهو جالس على الاريكة وبالقرب منه جريدة يشير اليها من وقت الى اخر معلقا على هذا المقال او ذاك من مقالة اليوم وجهاز التسجيل يصطح بموسيقى لهايدن او موزارد لا اعلم على وجه الدقة صحيح اني لا اكره الموسيقى لكني لا استطيع التمييز بين هايدن وموزارد فكلاهما له الوقع نفسه في اذني ولرفع معنوياتي كان زوجي يقول لي ليس مهما معرفة الفرق حين يكون الشيء جميلا فان جماله يكفي فاجيبه قائلا كما هو الامر بالنسبة اليك؟ نعم كما هو الامر بالنسبة الي يتمتم موافقا وابتسامته العريضة تفضح زهوة تلك هي حياتي او لنقل بشكل ادق هكذا كانت قبل ان اتوقف عن النوم باختصار كان كل يوم تكرارا دقيقا لليوم الذي سبقه حتى اني اثناء تدويني لنوع من المذكرات الموجزة تبين لي اني كل من قطعت عن الكتابة ليوم او يومي الا واستعصى علي تذكر التاريخ المحدد لتوقيع ملاحظات السابقة كان باستطاعة استبدال البارحة باليوم الذي سبقها من دون اي اشكال واحيانا كنت اتساءل اي نوع من الحياة هذا لم اكن اشعر بالفراغ لكني كنت اتعجب من عدم قدرتي على التمييز بين يوم امس ويوم غد لا لشيء الا لانني كنت مأخوذة بايقاع حياتي منغمسة فيها حتى النخاع ولان الريحة كانت تفسخ اثار اقدامي حتى قبل ان اتمكن من رؤيتها في تلك اللحظات كنت ادلف الى بيت الاستحمام لاتملى وجهي في المرآة فاضل مركزة بصري علي قرابة ربع ساعة ورأسي فارغة تماما من اي فكرة اتأمله مثلما اتأمل اي شيء من العالم الخارجي حتى ليخيل لي انه بصدد التدرج في الانفصال عني ليتحول فعلا الى شيء شيء غريب عني يتواجد معي في الزمان والمكان ذاتهما هذا هو الواقع كنت اقول لنفسي واثار اقدامنا التي نخلف من يأبه لها انا بدوري اكافح للتعايش مع الواقع وهذا هو المهم يبقى انني لم اعد قادرة على النوم وان عجلي هذا جعلني اتوقف عن الكتابة اثنان ما اذال اذكر بوضوح اول ليلة قضيتها دون نوم كنت وقتها قد عانيت من كابوس كابوس قاتم خلف فيي احساس عميق بالكابة رغم اني نسيت محتوى اذكر انني افقت فجأة في اللحظة الاكثر خطرا وارعابا عند نقطة اللعودة اثر استفاقتي بقيت مذهولة لمدة لا بأس بها عاجزة عن اتياني اي حركة كانت يديا وقدما يشبه مشلولتين وكنت اصغي الى تنفسي يتردد صداه بشكل منفر وكأنني ممددة في قاع كهف من الكهوف انه كابوس قلت لنفسي وانا مستلقية على ظهري منتظرة بفارغ الصبر ان يهدأ تنفسي كان قلبي يعزق بعنف ورئتاية تفخان وتفرغان كمنفاخ كي يبلغ الدم القلب باسرع ما يمكن لاحظت مرور الوقت فتساءلت فجأة كم ترى الساعة الان اردت النظر في الساعة الموضوع الى جانبي فلم اقوى على ادارة رأسي وفي تلك اللحظة بالذات بدأ لي اني ارى ظلا اسودا عند قدمي ظلا بالكاد يرى في العطمة حبست انفاسي وانا اشعر بان كل محتويات جسمي بما في ذلك قلبي ورئتاي توقفت عن العمل للحظة ركست نظري على الظل وفي الحال لم يعد ضبابيا وكأنما كان في انتظار نظرتي كي يتشكل متخذا ملامحا بالغة في الدقة فاذا بي امام جسم حقيقي انبعث من الظلمة بكل تفاصيله المميزة جسم نحيف لعجوز يرتدي ملابسا سوداء ملتصقة به وقف صامطا عند طرف سريري كان شعره رماديا وقصيرا وخده اجوفا كان يسدد لي نظراتا ثاقبة من عينين واسعتين جدا الى درجة اني تمكنت من تمييز شبكة العروق الحمراء داخلهما بوضوح اما وجهي فلم يكن يحمل تعبيرا البتع ظل صامطا لا ينبس ببنت شفع فبدى لي اكثر فراغا من حفرة بلا قرار ليس هذا حلم حدست نفسي كنت مستيقزة حينها ولم تكن يقظتي غائمة باي حال بل على العكس كنت يقظة كما لو ان احدهم قرسني للتو وهمضى لم يكن ما اراه حلما بل كان واقعا حاولت ان اتحرك ان اوقذ زوجي ان اشعل الضوء ان لكني وبرغم كل المشهودات التي بذلت لتجميع قواي لم استطع تحريك ولو اصبع واحد من اصابعي بدته اشعر بالخوف رعشة مرعبة تصعدت من غياه بالذاكرة في صمت ليشتاح السقيع اعماقي حتى نخاع اردت ان اسرخا فلم اجد صوتا لساني تحجر في فمي لم استطع فعل شيء غير التطلع الى العجوز الماثل امامه كان يحمل شيئا ما في يده شيء مستطيل يرسل ما يشبه البريق تمعنت فيه محاولة فهمه فاذا هو قنينة قديمة من الخزف الابيض بعد برها رفع العجوز القنينة وبدأ يسكو بالماء على قدمي لكني لم اشعر بملامسته لي كنت ارى الماء على قدمي واسمع صوتا سكابا من دون ان احس بشيء استمر العجوز في صب الماء علي دون ان تنقص كميته في القنينة ولو قليلا تعجبت للامر وانتهى بي التفكير الى ان قدمي ستبدأان بالتعفن ومن ثم الذوبان بعد ان غرقت في هذا الكم الهائل من المياه عند بلوغي هذه الفكرة تحديدا بدأت اشعر بالصبر يفارقني اغلقت عيني وشرعت اصرخ بكل ما اوتيت من قوة فلم يخرج من فمي اي صوت انحبس الهواء تحت لساني لتتردد سرخة المكتومة في اعماق ذاتي حتى انني احسست بالصراخ الصامت وهو يجوب انحاء جسمي كلها توقف قلبي عن الخفقان وانتشر البياض داخل رأسي كما لو ان هذه الصرخة التي تسللت الى اعمق اعماقي قتلت شيئا ما بداخلي وبسرعة البريق احرق اهتزازها الاجواف كل عناصر حياتي السابقة حتى جذورها عندما اعدت فتح عيني لم يكن العجوز هناك لا هو ولا قنينته نظرت الى ساقي فلم اجد اثرا لكل دي الكلمية الاغطية بدورها كانت جافة فيما جسمي باكمله قارق في العرق كانت كمية العرق مذهلة فلم استطع التصديق ان جسما كجسمي يمكن ان يتسع لكمية عرق كهذا لكن ورغم كل شيء كان العرق عرقي طويت اصابعي واحدا تلو الاخر ثم ثنيت ذراعي وهزست ساقي بعد ذلك بدأت بتحريكي كاحي لي ومن ثم ركبتي فاذا بي قادرة على تحريك اجزاء جسمي جميحا ولو ان ذلك لم يكن بالبساطة المعهودة ذاتها تثبت مرارا من ان جسمي كله عاد للعمل من جديد ثم نهضت بتماهل مجيلة بصري في ارجاء الغرفة التي اضيئت بنور ضعيف قادم من مصباح الشارع حركت عيني في كل اتجاه دون جدوى لم يكن هناك من اثر للعجوز القيت نظرة خاطفة على المنبه القريب من سريري فوجدته يشير الى منتصف الليل والنصف فاذا احتسبنا اني نمت بعد الساعة الحادية عشر بقليل اكون بالكاد حصلت ساعة ونصفها من النوم في السرير المجاور كان زوجي غارقا في نومه حتى ليخيل لمن يرى انه مغمن عليه وعبثا حاولت ان اسمع له نفسا او بادرة ما فمثله اذا نام لا شيء يمكن ان يوقظه تركت الفراشة وتوجهت الى بيت الاستحمام حيث نازعت قاميس النوم المبلل بالعرق ورميته في الات الغسيل ثم استحممت سريعا بعد ذلك انتقيت قاميس النوم نظيفا من درج الصوان ولا بسته لاذهب لاحقا الى الصالون اشعل الضوء اجلس على الاريكة واصب لنفسي كأسا من الكحول في العادة لم اكن اشرب ابدا رغم اني لا اعاني من علة جسمانية تمنعني مثل ما هو شأن زوجي والحال انني في السابق كنت اشرب كميات لا بأس بها كل ما هنالك اني ومنذ زواجي قررت ان اضع حدا لذلك فلم اعد اشرب الا نادرا وفي حالة خاصة كأن يجافين النوم فجأة فاستنجد بكأس من الكونياك اليتيم احتسيه دون زيادة وها انا ذا الليلة اشرب مجددا علني اهدأ من توتري اعصابي بعد كل الذي حصل كانت هناك زجاجة ريمي مارتان منتصبة امامي في الرف هي كل ما يوجد في البيت من خمرة اجنبية اذكر جيدا اننا تلقيناها هدية من شخص ما ولكنني نسيت ممن على وجه الدقة فقد مدى عليها زمن وهي قابعة في مكانها حتى انها بدت مغبرة بعض الشيء بطبيعة الحال لم يكن في البيت كؤوس خاصة بشرب الكونياك لذا فقد صببتها في كأس عادية ورحت اشربها ببطء متلذذة بكل جرعة شيئا فشيئا بدأ خوفي يتقلص فيما تواصل ارتعاش جسمي شيئا فشيئا بدأ خوفي يتقلص فيما تواصل ارتعاش جسمي ربما كنت مسحورة كتجربة شخصية لم يمر بشيء من هذا القبيل ولكني سمعت باشياء مماثلة من صديقة لي ايام الجامعة كانت قد عاشت التجربة ذاتها اذكر انها قالت لي وقتها انما نراه يكون من الوضوح بما يكفي لنا في احتمالي انه حلم ثم اردفت موضحة وانا حتى الان متأكدة انه ليس حلما ما حدث معي ايضا لا يبدو لي مجرد حلم ولكنه كان كذلك حلم يشبه الواقع الى حد بعيد كما سبق وقلت اذا تراجع خوفي الى ان غادرني تماما ولكني بالرغم من ذلك واصلت الارتعاش بشكل واضح للعيان تدافعت الموجات العصابية على سطح جلدي وكأنها هزات ارتدادية لزلزال قوي كل هذا جراء تلك الصرخة قلت في نفسي تلك الصرخة التي احتبست في داخلي فجعلتني ارتجف حتى الان اغمطت عيني ودفعت بجرعة اخرى من الكونياك الى حلقي احسست بالسائل الدافئ وهو يعبر من بالعوم الى معيدتي كان الاحساس جليا فجأة داهمني قلق مبهم على ابني وما ان فكرت فيه حتى طافق قلبي ينضض بشدة نهضت وركضت الى غرفته فاذا به نائم بعمق واضعا احدى يدي عند الركن من شفتي وفاردا الاخرى الى جانبه بدى لي نومه هادئا ومستقرا كنوم ابيه انحنيت على فراشه فرتبته له وداعبته قليلا ما الذي شوش نومي الى هذا الحد كنت اشهل الاجابة ولكن في المقابل كنت اعلم ان ذلك لم يضايق احدا سواي فلا ولدي ولا زوج انتبه لشيء مما جرى قفلت بابه راجعة الى الصالون اين ظللت ادور حول نفسي برهة بعد ان فقدت كل احساس لي بالنعاس ماذا لو احتسيت كأسا اخر من الكنياك فكرت بيني وبين نفسي كانت لي رغبة حقيقية في مزيد من الشرب سيدفئني ذلك ويهدئ عصابي كما اني كنت ارغب في معاودة الاحساس بذات الطعم القوي وهو ينتشر في فمي من جديد لكني وبعد فترة من التردد قررت عدم الشرب اذ خشيت ان تبقى اثار السكر بادية علي حتى صباح الغد اغلقت الخزانة وغسلت الكأس في الحوض ثم اخرجت بعض الفراولة من الثلاجة والتهمتها فجأة فاطنت الى انني لم اعد ارتجاف من تراه يكون ذاك العجوز المكسي سوادا لم يسبق لي ان رأيته مطلقا لا هو ولا لباسه الغريب الشبيه بزي رياضة ضيق ويشبهه ثياب الاقدامين في الوقت ذاته لم ارى في حياتي شيئا مماثلا وعيناه تلكم العينان المخططتان بالاحمر القاني والممتنعتان عن الرمج من يكون ولماذا كان يسكب الماء على قدمي لما يفعل شيئا كهذا لم يكن بوسعي ان افهم ما دمت لا املك اي مؤشر او علامة عندما عاشت صديقة حلمها اليقذ ذاك كانت نائمة في بيت خطيبها واثناء نعاسها ظهر لها رجل في الخمسين من عمره تقريبا ذو ملامح قاسية وامرها بكل فضادة ان ترحل اما هي فقد بقي الطوال ذات الوقت مسمرة في السرير عاجزة عن الحراك حتى تفطنت في لحظة ما انها غارقة في العرق لا بدها وان هذا الشخص هو والد خطيبها ما في ذلك من شك اذ انه وحده من كان يود طردها من البيت في صباحة اليوم الموالي طلبت من خطيبها ان يريها صورة لوالده فاذا به لا يشبه الرجل الذي زارها ليلا عند بلوغها هذا الحد عند بلوغها هذا الحد اقنعت نفسها ان كل ما جرى مرده حالة التوتر التي تعيشها جراء النوم في منزل خطيبها اما انا فلست متوترة ابدا سيما واني في منزلي وما من شيء هنا يمكن ان يبدو لي مهددا فلماذا علي ان اشل تحت تأثيري طلصة من ما في هذا المكان والزمان بالذات حركت رأسي حاسمة امري لاتوقف عن التفكير انه مجرد حلمي قضى ذاك كل ما في الامر من المؤكد انني استنزفت دون ان انتبه لذلك لقاء التنس الذي اجريته اول امس هو المسؤول عن هذا من دون شك فحين دعتني صديقتي في نادي رياضي للعب كنت قد انهيت حصة السباحة للتو اظنني لعبت مدة اطول قليلا من المعتاد استلقيت على الاريكة اغمطت عيني محاولة ان انام فاذا بالنوم يجافيني تماما هيا ارجوك قلت لا لكن لا جدوى فعلا لم اعود اشعر باي نعاس ماذا لو قرأت كتابا حتى يهدهدني للنوم رحت الى الغرفة اخترت كتابا من المكتب الموجود في الرف كنت قد اشعلت الضوء للبحث عن الكتاب الذي اريد الا ان زوجي لم يهتز قيد اونم له قررت سلفا ان اقرأ ان كرياننا اذ كانت بي رغبة في قراءة رواية روسية طويلة طبعا لقد سبق لي ان قرأتها فيما مضى ولكن ذلك حصل منذ زمن بعيد في المرحلة الثانوية تحديدا ان لم تخني الذاكرة وانا الان لا اذكر لا الحبكة ولا الاحداث فقط ما ازال اتذكر الجملة الاولى والنهاية حين ترمي البطلة بنفسها تحت قطار لا يوجد سوى نوع واحد من العائلات السعيدة لكن ليس هناك عائلة حزينة تشبه عائلة اخرى هذا ما قالته على ما اظن على كل اذكر انه كان هناك مشهد منذ البداية يشيب انتحار البطلة اخر الرواية ثم يأتي بعد ذلك مشهد سباق السيارات على ما اعتقد ام ان ذلك كان في رواية اخرى جلست على الاريكام مرة اخرى وفتحت الكتاب كم من السنوات انقضت دون ان اجلس جلسة الهادئة هذا لقراءة رواية حتما كان يحدث ان اسحب كتابا من وقت لاخر واقرأ لمدة نصف ساعة او ساعة في فترة ما بعد الظهر لكن ذلك لا يمكن ان نطلق عليه مطالعة اذ كنت حالما افتح الكتاب اشرد بذهني الى اشياء اخرى كأن افكر في ابني في المشتريات التي علي اقتناؤها في الثلاجة المعطلة والتي لم تعد تعمل كما يجب في اي الفساتي نساء البس يوم زفاف ابنة عمه وفي اب الذي خضع لعملية جراحية منذ اقل من شهر ركام من الخواطر تتسلل الى ذهني فتأخذ اهميتها بالتعظم شيئا فشيئا مشتتة اياي في اتجاهات عديدة لادرك بعد ذلك وعلى نحو لا يصدق ان عقارب الساعة قد اتمت دورة كاملة وان كتابي ما يزال مفتوحا على نفس الصفعة وهكذا وجدتني في وقت قياسي وقد تعودت على العيش دون كتب كلما فكرت في ذلك الا وجدته امرا غريبا جدا فمنذ طفولة كانت المطالعة محور حياتي حتى اني ايام المدرسة الابتدائية كنت التهم الكتب التهاما فأتي اولا على تلك الموجودة في المكتبة العمومية ثم امر الى اخرى اقتنيتها من مدخراتي الخاصة فتستنفذ مصروفي باكمله كان لي اخوة خمس ما بين ذكور وعناث وانا وسطهم وكان كلا والدي مشغولين جدا بالعمل فلم يعرني اي منهم انتباها فاذا بي اقضي معظم وقتي في المطالعة وحيدة عند ركني المحبب كنت ما ان اسمع عن مسابقة في القراءة او الكتابة حتى اسارع بالمشاركة فيها وكثير ما كنت افوز الامر الذي مكنني من كسب بطاقات شراء كنت استعملها هي الاخرى في اقتناء الكتب حين ارتقيت الى الجامعة اخترت دراسة الاتب الانجليزي ومرة اخرى حصلت نتائجا ايجابية كان موضوع رسالتي في ختم الدروس يدور حول كاترين مانشفيل وقد انتزعت العلامة الافضل بين زملائي ما جعل اساتذتي يشجعونني على الموضي قدما واتمام رسالة الدكتوراه لكني في تلك الفترة كنت ميالة الى دخول الحياة العملية فانا في نهاية الامر لم اكن ذلك الشخص المغرم بالدراسة حقا ولقد بعيت بذلك مبكرا صحيح اني من هواتي المطالعة لكن لا شيء اكثر من ذلك وحتى لو رغبت فعلا في مواصلة الدراسة الى ابعد حد فان عائلتي ما كانت لتتمكن من توفير مستلزمات بلوغي الدكتوراه اجمالا نحن لسنا فقراء لكن تبقى الاولوية لاختي الاصغر مني سنا لذا بات من الضروري ان اترك الجامعة وعائلتي واحلق باجنحة الخاصة نعم كان علي ان اشرع في العيش من عرق جبيني بكل ما تحمله الكلمة من معنى متى قرأت كتابا كاملا لاخر مرة وماذا كان عنوان الكتاب اجهدت نفسي في التفكير دون ان احظى باجابة كيف يمكن للحياة ان تتغير كليا بهذا الشكل اين ذهبت تلك الطفلة التي كنتها والتي كانت تلتهم الكتبك المجزوبة وما الذي كانت تمثله لي تلك الفترة وذاك الهوى صغير العادي بالقراءة برغم من كل الاسئلات التي حاصرتني فقد نجحت في تلك الليلة بذات في تركيز انتباهي على ان كرياننا دون غيرها كنت اقلب الصفحات في شوق غير مشغولة باي شيء قرأت باسترسال حتى بلغت الفقرة الخاصة باللقاء الاول بين فرينسكي وانه التي كانت في محطة قطارات موسكو عندها وضعت محدد الصفحات على الصفحة التي كنت اقرأ واخرجت زجاجة الكنياك مجددا وصببت لنفسي كاسا اخرى ما اغربها من رواية صحيح اني لم ادرك ذلك عندما قرأتها في المرة السابقة لكن وبعد ان نفست الى اعماقها هكذا لاحت ليه البطلة هنا لا تظهر قبل الصفحة السادسة عشر بعد الماء فهل كان قراء القرن التاسع عشر يجدون ذلك عاديا فكرت برهة في السؤال اتراهم كانوا يتحملون صاقرين ذلك الوصف المطول لحياة شخصية ثانوية مملك شخصية ابلانسكي وذلك في انتظار ان تدخل البطلة الجميلة مجريات الاحداث من يدري ربما من الجائز ان اناسى ذلك العصر كان لهم ما يكفي من الوقت على اقل تقدير كذا كان الامر بالنسبة الى ابناء الطبقة الاجتماعية القارئة للروايات بالنظر الى المنبه تفطنت الى ان الساعة قد بلغت الثالثة صباحا فيما النعاس ما يزال مصرا على مجافاتي حسنا ماذا افعل الان ما دنت لا احس باي بادرة نعاس بامكاني ان اواصل المطالعة فانا بحق ارغب في قراءة ما تبقى لكن مع ذلك علي ان انام عادت بالذاكرة الى تلك الفترة الايام التي عانيت فيها من الارق كنت حينها اقضي يومي في ضباب قطني لذا لا اريد ان يحدث لي ذلك مرة ثانية وقتها كنت طالبة وكان بامكاني ان اتدبر امري حتى وانا على تلك الحالة اما الان فالامر مختلف انا الان زوجة وام محملة بالمسؤوليات عليها ان تحضر الطعام لزوجها وان تعتني بابنها وان 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 عبثا حاولت وضع نفسي في الفراش لم يكن بوسع اغماض عيني وكنت اعلم ذلك حركت رأسي لكن رغبتي في النوم لم تتحرك لم يعد هناك ما يمكنني عمله فانا لا اشعر ولو بذرة نعاس واحدة اضف الى ذلك رغبة العارمة في التعرف على باقي مجريات الرواية اطلقت زفرة حارة ثم وجهت وصري الى الكتاب الموضوع على الطاولة وفي النهاية تابعت قراءة النا كريانانا حتى خيوط الضوء الاولى من النهار انا وفرنسكي يتبدلن النظارات طويلا في حفلة رقص البال ويقع كل منهما في حب الاخر بشغف ثم ها هي انا تشهد سقوط حبيبها من على حصانه في ساحة السباق بين قوسين اذا كان هناك مشهد تتور احداثه في مركض خيول مأخوذة بالطرابها اعترفت ان لزوجها بقلة وفائها له كنت لوهلة مع فرنسكي فوق حصانه قافزة عبر الحواجز ومستمتعة الى صيحات الحشود المشجعة ثم كنت وسط الجماهير اشاهد السقوط بعيني هاتين وعندما بدأ النهار يخشى النافزة تركت الكتابة وتوجهت الى المطبخ لأعد القهوة لم يعد باستطاعات التفكير في اي شيء جراء مشاهد الرواية العالقة بذهني من جهة والجوع الشديد الذي دهمني فجأة من جهة اخرى كان وعيي يعيش حالة ما في مكان بعينه وجسمي يعيش حالة مغايرة خارجه قطعت من الخبز حصة وضعت فوقها الزبدة والخردل وبضع قطع من الجبن والتهمتها في الحين وأنا بعد واقفة أمام حوض غسل السحون كنت نادرا ما أجوع إلى هذا الحد ولكن جوعي هذه المرة كان شديدا حد الإيلام حتى أنني وبعد أن أتيت على لمجة الأولى وجدتني ما أزال جائعة فحضرت أخرى أكلتها سريعا قبل أن أعد لنفسي كوب قهوة ثانيا ثلاثة لم أحدث ذوجي ولو بكلمة لا عن الحلم ولا عن حالة انقطاع النوم التي أعيش في الواقع لم تكن لدي نية مبيتة لإخفاء الأمر عنه كل ما هنالك أني لم أرى ضرورة ملحة لإخباره فإخباره ما كان ليعينني في شيء ثم إن قضاء ليلة بلا نوم لم تكن قضية دولة مدى ما ذلك يحدث للجاميع تقريبا كالعادة أعددت قهوة لزوجي وحليب ساخن لابني أكل الأول الخبز المشوي والثاني رقاقات القمح بعد ذلك تصفح زوجي الجريدة في حين راح ابني يدندن أغنية كان قد حفظها للتو ثم في النهاية ركب السيارة البلو بيرد وغادر انتبه لنفسك جيدا قلت لن تكن هناك مشاكل أجابني زوجي وحز يديهما لتوديعي كما هي عادتهما دائما بعد انطلاقهما جلست على الأريكة مفكرة في ما سأفعله ما الأعمال التي لدي وما الذي يتحتم علي فعله قبل غيره قصدت المطبخ وفتحت الثلاجة لمعاينة محتوياتها حسنا يوجد خبز وحليب وبيض اللحم والخضار أيضا موجودا إذن هناك كل ما يلزمنا حتى ظهر الغد وبالتالي إذا لم أقم بالمشتريات المنزلية اليوم فلن يسبب ذلك مشكلة كان علي أيضا ذهب إلى البنك إلا أن ذلك لم يكن ملحن لذا لم يبدو لي ضروريا أن أذهب الآن ما دام بالإمكان الانتظار حتى الغد دون أي متعب وهكذا عدت لقراءة رواية أنا كاريانانا وكم كانت دهشتي عظيمة حين تبينت أثناء معاودة القراءة أني لم أحتفظ بأي ذكرى من هذه الرواية لم أعد أتذكر للشخصيات ولا الأحداث حتى خيل إلي أني أقرأ الكتاب للمرة الأولى كان ذلك غريبا فمن المفروض أن يكون قد لامس مشاعري حينما كنت بصدد قراءته أنذاك إلا أن لا شيء من ذلك بقي لي كل تلك المشاعر التي كانت تتحرك داخلي جاعلة إياي أرتعش من رأسي حتى أخمص قدمي تبخرت في طرفة عين دون أن تترك أي أثر وذاك الكم الهائل من الوقت الذي كنت أسخره في تلك الفترة لقراءة الكتب ماذا كان يعني لي توقفت عن القراءة لحظة للتفكير في كل هذا لم أعد أفهم نفسي جيدا وسرعان ما حملتني أفكاري بعيدا جدا إلى درجة أن لم أعد أعرف ما الذي كنت أفكر فيه مضت لحظات وأدركت بعدها أني كنت أنظر عبر النافذة وعناية مصوبتان إلى الأشكار في شرود حركت رأسي قليلا ثم عدت إلى كتابي من جديد وعند حوالي منتصف الفصل الأول اكتشفت بقايا شوكولاتة عالقة بالغلاف كانت جافة ومفتتة نصف ملتصقة بالصفحات لا بد وأنني قرأت هذا الكتاب وأنا ألتهم هذه الشوكولاتة أيام المدرسة السنوية ففي تلك الفترة كان يطيب لي أن أقرأ وأنا أكل للأسف منذ زواجي لم ألمس ولو قطعة شوكولاتة واحدة فزوجي لا يحب استهلاكي للمرطبات والحلويات والحقيقة أنا بدوري لا أقدمها لإبني إلى درجة أنه لا يوجد في منزلنا أي شيء يصلح للتحليع رؤية فتاة الشوكولاتة هذا وقد سود لونه بعد أن مرت عليه أكثر من عشر سنوات حرك فيها رغبة مجنونة في تذوقها من جديد أريد أن أقرأ أن كرياننا وأنا ألتهم الشوكولاتة تماما كما في الأيام الخوالي شعرت بأن كل خلية من جسمي تتوثب لأجل قطعة من الشوكولاتة ارتديت سطرة الصوفية ونزلت بالمصعد إلى أسفل العمارة فقصدت أقرب المحلات إلى بيتي واشتريت رقاقتين شوكولاتة بالحليب فضط غلافة إحديهما وشرعت في التهامها وأنا أمشي غمر عطرها الفائح برائحة الحليب والككاو وأحسست بمذاقها السكري واشتاحني حتى أدق ركن في جسمي قدمت قطعة ثانية وأنا أستقل المصعد فعبقت رائحتها في المكان جالسة على الأريكة تابعت قراءتي لأن كارننا لم أكن أشعر بتعب أو نعاس كان بمقدور مواصلة القراءة لساعات كنت قد أتيت على رقاقة الشوكولاتة الأولى في وقت قياسي ففككت عن الثانية غلافها وأكلت منها ما يقرب النص ولم أنظر في ساعة يدي إلا حينما أوشكت على إنهاء ثلسي الفصل الأول من الرواية كانت الساعة تشير إلى الحادية عشر وأربعين دقيقة الحادية عشر وأربعون دقيقة سيعود زوجي بعد قليل أغلقت الكتاب في عجلة وانطلقت إلى المطبخ حيث وضعت الماء في الوعاء وأشعلت الغاز ثم قطعت البصل على شكل أعواد وشرعت في تسخين عجينة الكريش في ذات الوقت وضعت تحالب وكامل جافة في الماء كي تنتفخ قبل أن أخلطها بالخل بعد ذلك أخرجت التوفو من الثلاجة وصنعت منه طبق توفر بارد وماء انتهيت حتى ذهبت إلى الحمام لغسل أسناني وإزالة رائحة الشوكولاتة من فمي في الوقت ذاته الذي بدأ فيه الماء بالغليان عاد زوجي من العيادة لقد أتم عمله أبكر مما هو معتاد هكذا فسر لي وجلسنا إلى الطاولة فانبرى يحدثني وهو يأكل عجينة الكريش عن المعدات الجديدة التي ينوي الاستفادة منها في عمله بالعيادة إنها تستطيع اقتلاع بروش الأسنان أفضل من أي آلة أخرى إلى حد الآن بل وأسرع أيضاً ومن البدء أن تكون باهظة السمن لكني أعتقد أن بمقدوري تغطية التكلفة سريعاً وإذا امتلكت آلة كهذا فسوف يزداد عدد الزبائن المتوافدين فقط لنزع بروش الأسنان يوماً بعد يوم ما رأيك؟ سألني بعد أن أتم حديثة لم تكن لدي أي رغبة في الحديث عن أشياء من قبيل بروش الأسنان فما بلك بالاستماع إليها على طاولة الطعام والتفكير فيها بجدية باختصار كان ذهني في سباق العقبات لا في بروش الأسنان مع ذلك لم يكن باستطاعة التملص بسهولة فقد كان زوجي جاداً جداً لذا أسرعت وسألته عن ثمن الآلة ثم رحت أتظاهر بالتفكير قبل إبداء أي رأي لأقول له بعدها إنه إذا كان يحتاجها فاشتراؤها لن يكون فكرة سيئة إنه اشتراء نافع يا عزيزي وعلى كل حال نحن لن نستعمل هذه النقود للترفيه هكذا عبرت عن فكرتي فلم يلبث أن أجابني أنت على حق لن نستعمل هذه النقود للترفيه سكت بعدها وواصل التهام عجينة الجريش في صمت غن زوج من العصافير كان واقفين على عرف تحت النافذة فصوبت نظري نحوهما دون أي شعور بأني أراهما فعلاً لم أكن ناعسة ولم تحضرني بضرة نعاس واحدة ما جعلني أتساءل فعلاً عن السبب وبينما كنت أنظف الطاولة جلس زوجي على الآريك يطالع الصحيفة كان كتابي موضوعاً إلى جانب لكنه لم يعره اهتماماً فأن أقرأ أو لا لم يكن ذلك ليعنيه البتة ما إن انتهيت من غسل الأطباق حتى بادرني زوجي بالقول لدي مفاجأة لك احزري ما هي لا أعرف أجبت لقد ألغى أول مريض لي بعض الظهر موعدة ما يعني أني حر حتى الواحدة والنصف قالها وابتسم ابتسامة عريضة ذات مغزأة فكرت قليلاً في الأمر فلم أجد أي مفاجأة سر في مسألته ولم أفهم أنها دعوة لممارسة الحب إلا حينما نهض ساحباً إياي وراءه إلى غرفة النوم لكنني لم أرغب في ذلك مطلقاً ولم أجد أي سبب وجيه يحتم علي فعل ذلك كنت أريد فقط أن أعود إلى روايتي في أسرع وقت أستلقي على الأريكة وأكل الشوكولاتة وأنا أقلب صفحات الناكريننا لم أكف عن التفكير في فرينيسكي طيلة فترة غسل للصحون كنت أتساءل كيف يمكن لتولستوي أن يتحكم في شخصياته بمثل تلك المهارة كان دقيقاً في وصفه حد الإذهال ولعل مهارته تلك هي التي كانت تمنعهم من إيجاد الخلاص وهذا الخلاص بالطبع أغمضت عيني وضغطت بأصابعي على صدقي في الحقيقة أشعر بصداع خفيف منذ الصباح قلت لزوجي قبل أن أردف متملقة بعذرني أنا حقاً آسفة كان رأسي كثيراً ما يؤلمني بين وقت وآخر ما جعل زوجي يصدق حجتي في الحين توقفي عن النشاط إذن واذهبي واستلقي لتستريحي قال لي معلقاً فأجبته أن الألم ليس بتلك الحدة انقضت ساعة بأكملها وهو جالس على الأريكة يقرأ جريدته بهدوء مستمعاً إلى الموسيقى قبل أن يعاود محادثتي عن معدات العيادة وهو يقول لي مفسراً حتى إن اشترينا أكثر المعدات حداثة فإنها بعد سنة أو سنتين لن تلبث أن تصبح قادمة ولذلك لا بد من التغيير باستمرار والمستفيدون الوحيدون من كل هذا هم صانع المعدات كنت أعبر عن موقفي بكلمة عابرة أو بإماءة من رأسي دون أن أستمع فعلاً لما كان يقول عندما أخرج للعمل مجدداً طويت صحيفته وهيأت وسائد الأريكة بنفضها من الخبار ثم اتكأت على حافة نافذة مسرحة بصري في كامل أنحاء الغرفة لم أكن أفهم أبداً لماذا لا أشعر بالنعاس لقد سبق لي أن قضيت ليالي بيض لكن لم يحدث لي أن بقيت مستيقظة كل هذا الوقت كان من المفروض أن أرضخل النوم منذ وقت طويل وحتى في حال لم أتمكن من النوم في الصباح لسبب أو لآخر فالطبيعي في مثل هذه الساعة أن أكون ميتة من التعب لكن هذا لم يحدث وذهني ما زال محافظاً على ألقه قمت بزيارة جديدة إلى المطبخ سخنت قهوة وارتشفتها وأنا أفكر في معسايا أفعل طبعاً كنت أرقب في مواصلة القراءة لكني في الآن داتا كنت أود الذهاب إلى المسبح كما هي عادتي لأحظى بحصتي من السباحة تردت للحظة لكني في الأخير قررت أن أذهب للعوم ولكن كل ما يمكنني قوله هو أني كنت أرغب في ممارسة تلك التمارين وكأنني أريد أن ألفظ من جسدي شيئاً ما ولكن ما الذي سألفظ؟ فكرت في الأمر برها نعم ماذا سألفظ؟ لا أدري رغم ذلك كان هذا الشيء يطفو داخل جسمي في هدوء وكأنه إمكانية ما أردت أن أجد لها الإسم المناسب لكن لا شيء مر بخاطري لطالما عرفت صعوبات في إيجاد الكلمات وتولستوي أتراه كان سيجد الكلمة المناسبة لتفسير مثل هذه الظاهرة؟ في النهاية حشرت سروال السباحة في حقيبتي وركبت سيارة السيفيك وتوجهت إلى نادي الرياضة لم يكن في المسبح أحد من معارفه كان هناك فقط شاب وامرأة أربعينية يسبحان في الحوض في مكان الموقذ يراقب سطح الماء في قلق بلغ لبست السروال الذي جلبته ووضعت نظارة العوم على عيني شرعت أسبح لمدة نصف ساعة كاملة كما هي عادتي دائما لكنني في هذه المرة لم أشعر بأنني اكتفيت فواصلت السباحة لربع ساعة أخرى مختتمة ذلك بذهاب وإياب على طول الحوض وأنا أخوض في المياه بكل قواي سابحة وفق طريقة الكراول كنت ألهث بشتاء ومع ذلك أحسست أني منتلئة بالطاقة حتى أنني عند خروجي من الماء لاحظت السباحين الوحيدين في المسبح ينظران إلي بطريقة غريبة وجدت أني ما أزال أملك بعض الوقت قبل حلول الثالثة لذا مررت إلى البنك بالسيارة أممت أن أقف أيضا عند المركب التجاري لشراء بعض المستلزمات لكني سرعان ما عادلت عن الفكرة وقفلت راجعة إلى البيت شرعت في التهام ما تبقى من أن كرياننا والشوكولاتة إلى أن عاد ابني من المدرسة في تمام رابعة فقدمت له عصيرا ليشربه وأعطيته قطعة من عجينة غلال كنت قد حضرتها بنفسي بعد ذلك بدأت في إعداد العشاء أخرجت اللحمة من الثلاجة وتركته يلين ثم قطعت الخضر لكي تكون جاهزة للطهي حين أحتاجها وأخيرا سلقت الأرز وحضرت شربة بالميزو قمت بكل ذلك سريعا وبشكل آلي ثم عدت لقراءة روايتي وأنا لا أشعر بأي حاجة للنوم إلى حد الآن أربعة فمؤكد أن عدد الذين يعانون الأرقى مثلي أكبر بكثير من عدد من هم مثل زوجي كان والدي من النوع الأول لطالما سمعته يتذمر من قلة النوم كان ذلك صعبا بالنسبة إليه أضف إلى ذلك أن نومه كان خفيفا جدا ما يجعله يستفيق عند أقل صوت أما زوجي فلم يكن كذلك أبدا إذا ما نام فلا شيئا يوقظه حتى الصباح في بداية زواجنا كنت أجد ذلك مسليا فقمت بعديد التجارب قصد اكتشاف الأشياء التي بإمكانها إيقاظه جربت سكب الماء على وجهه ومداعبة أنفه بفرشات دون جدوى وحتى حين كنت أستمر في فعلي لوقت طويل فإنه كان يكتفي بإصدار أنة انزعاج ولا شيئا أكثر وحتى الحلم فلم تكن له دراية به أو لنقول إنه في أفضل الأحوال لم يكن يتذكر أي شبهة لحلم طبعا هو لم يعرف أبدا أحلام اليقاضات مسلي كان فقط ينام بعمق مثل سلحفات مختبئة في الطين وهذا ما كان عليه فعلا رائع ظللت ممددة إلى جانبه لعشر دقائق ثم نهط ذهبت إلى الصالون أشعلت المصباح وصببت لنفسي كأسا كونياك ثم اتخذت مكاني على الأريكة وشرعت في القراءة متلذذة باحتسائه جرعة جرعة تذكرت بقية الشوكولات التي كنت قد خبأتها في الخزانة فأسرعت بأكلها وبقيت على ما أنا علي حتى الصباح عندما بزغ الفجر أغلقت الكتاب وهيأت القهوة ثم أعدت لمجة وأكلتها أنهي الشؤون المنزلية بسرعة أقضي بقية الصباح في القراءة أتوقف قبل الظهر بقليل لأعدى فطور زوجي وحين يرجع إلى عمله في حوالي الساعة الواحدة أركب سيارتي وأنطلق إلى المسبح فمنذ انقطاع النوم عني أصبحت أشعر بحاجة للسباحة مدة ساعة كاملة ساعة كاملة على أقل تقدير فثلاثون دقيقة من النشاط لم تعد تكفيني وحين أسبح ينصب تركيزي كله على ما أنا بصدده دون سواء لم أكن أفكر في شيء آخر سوى أن أحرك جسدي بنجاعة وأنا أتنفس بانتظام حتى عندما كنت أقابل أشخاص أعرفهم فإني لم أكن أحادثهم تقريبا كنت أكتفي بمجرد تحية سريعة وإذا حدث ودعوني لرفقتهم فإني أتحجج بأن لدي أمرا عاجلا لقضائه كي أتملص منهم إذ لم تكن بي رغبة في مخالطة أحد وفي الآن ذاته لم يكن لدي وقت أخسر في الثرثر العقيمة على إثر السباحة بالقدر الذي أريد لم أكن أفكر إلا في شيء واحد العودة إلى البيت والمطالعة أما التسوق والتنظيف وإعداد الأكل ومصاحبة ابني فقد كانت مجرد واجبات أؤديها لا أكثر والأمر سيال بالنسبة إلى ممارسة الحب مع زوجي فحين نعتاد على ذلك يخل الأمر من أي تعقيد بل إنه قد يصبح غاية في السهولة فلا نحتاج أكثر من قطع الاتصال بين ما هو ذهني وما هو حسي ففي حين يتحرك جسد فعالا يكتفي ذهني بالتحليق في فضاء مخصص له وحده حتى أني صرت أرتب المنزل وأعطي اللمجة لإبني وأحادث زوجي دون أن أفكر في شيء الأمر الآخر الذي انتبهت إليه منذ أن أصبحت لا أنام هو مدى بساطة الواقع وسهولتي جعله يعمل هكذا كما هو واقعا لا أكثر بين قوسين تنظيف البيت هو فقط تنظيف البيت ولا شيء أكثر من ذلك تماما مثل عمليات تشغيل آلة بسيطة ما إن نفهم ترتيب الأفعال التي علينا القيام بها حتى يصبح الباقي مجرد تكرار آلي للحركات الضغط على هذا الزر أو ذاك جذب المقبى ضبط جهاز تعديل الحرارة إغلاق الغطاء تعديل المقاطة بطبيعة الحال قد يطرأ أحيانا تغيير طفيف على روتين معهود كأن تأتي حماتي لزيارتنا فنتناول العشاء معها أو أن نخرج في أحد أيام الأحاد أنا وزوجي وابني فنذهب إلى المنتزة أو أن يصاب ابني في يوم آخر بإسهال حاد لكن هذه الأحداث الصغيرة لم يكن بوسعها أن تزعزع أسس وجودي فكانت تمر بي كريح تهب بلا أصوات كنت أتحدث في أشياء حديدة مع حماتي أعد العشاء لأربحة أشخاص التقط صورة أمام حفرة الدببة حين نخرج للمتنزة وحين يمرض ابني أعطيه الدواء وأضع على بطنه قارورة الماء الدفاء فلم ينتبه أحدا لما ترأ علي من تغير لا أحد لاحظ أني لم أعد أنام ليلا وأني أقرأ لساعات طويلة وأن ذهني لم يعد هنا بل في مكان آخر على بعد مئات السنوات وآلاف الكيلومترات وحتى مسألة قيامي بمسؤولياتي من باب الواجب لا أكثر وبطريقة شبه ميكانيكية لخلوها من أي شعور أو إحساس لم تؤثر سلبا على علاقتي بحماتي أو بزوجي أو بابني بل على العكس من ذلك لقد أصبحوا أكثر ارتياحا معي من ذي قبل مر أسبوع بتمامه وعندما استهليت أسبوع الثاني من اليقظة المستمرة أحاط به شيء من الخوف ففي النهاية لم تكن حالتي طبيعية كل الناس ينامون ولم يسبق لي أن سمعت بأشخاص يحيون بلا نوم بل قد قرأت مرة أن منع الناس من النوم يعتبر ضربا من التعذيب استعمله النازيون على وجه الخصوص فقد كانوا يسجنون ضحاياهم في زنازين خاصة لا ينقطعوا عنها الضوء ولا الصخاب كي يمنعونهم من الإنغماس في النوم وهكذا تحول الناس في ظل ذلك النظام إلى مجانين وسرعان ما صاروا إلى حدفهم ليس بمقدوري تذكر المدة الزمنية التي يمكن أن يتحملها رجل لا ينام قبل أن يصاب بالجنون ربما ثلاثة أيام أو أربعة على كل حال لقد مر علي أكثر من أسبوع دون أن يكحل النوم جفني ومن المؤكد أنه وقت طويل بل وقت طويل جدا لكن جسدي رغم كل هذا لم يبدي أي مؤشرات ضعف أو تعب بل على العكس تماما فقد بات حالي أفضل منذ قبل حتى أني في أحد الأيام وكنت وقتها قد انتهيت لتوين من الاستحمام نظرت إلى صورة فيلم رئات وأنا عارية فدهشت من القوام الماث الأمامي وكله إشراق وحيوية وإذا تفحصت جسدي من رأسي إلى أخمص قدمي لم أجد أثرا للشحوم الزائدة أو حتى التجعيد من المؤكد أنني فقدت جسم الفتاة الشابة التي كنتها ولكن بشري بدت أكثر نظارة مما عاهدتها وللتأكد من ذلك قرست جلدة بطني فإذا بها صلبة ومجدودة بشكل رائع زد على ذلك أني وجدتني أجمل بكثير مما كنت أظن كنت أبدو شابة في مقتبل العمر ولو حصل ودعيت أني في الرابعة والعشرين لصدقني الجميع دون ارتياب كانت بشري ناعمة عناية براقتان شفتايا رطبتين وحتى أثار الأخاديد على وجنتي وهي بين قوسين أكثر ما كنت أمقط من بين تفاصيل وجهي فقد اختفيت تماما مأخوذة بسحر صورة منعكس أمامي ضللت قابعة قبالة المرآة لنصف ساعة بأسرها تأملت نفسي من مختلف الزوايا فلم يبقى لدي شك لقد كنت وبكل موضوعية جميلة فعلا ما الذي تراه حدث لي؟ بلغ بالأمر حد التفكير في معايدة طبيب لقد كان لعائلة طبيبها الذي أشرف على متابعتي منذ كنت طفلة لطالما اعتبرته شخصا مقبولا لكن وبمجرد تخيلي ردة فعله ألم بإحساس بالإحباط؟ هل سيصدقني إذا قلت له إني لم أنم منذ أكثر من أسبوع؟ حتما سيبدأ بالتساؤل عن سلامة حالة نفسية أو سيخمن أني مضطربة عصبيا جراء الأرق ومن الممكن أيضا أن يصدقني وعندها سيبعث بي إلى مستشفى جبير للقيام بسلسلة من الفحوصات وما الذي سينتج عن ذلك؟ أولا سأحبس ثم سأسحب من مكان إلى آخر لإجراء هذه التجربة أو تلك سيصورونني بالماسح الضوبي يقيصون نبضي إلكترونيا ويحللون بولي ودمي ويختبرونني نفسيا وما أدراني ماذا أيضا أبدا لن أتحمل ذلك كل ما كنت أريده هو أن يتركوني أحياب سلام في ركني أقرأ رواياتي وأسبح ساعة في اليوم أضف إلى كل هذا أني كنت أريد الإبقاء على حريتي كاملة تلك كانت أمنية الأكثر رسوخا باختصار لم تكن لدي أي رغبة في الذهاب إلى المستشفى وحتى لو وافقت وذهبت فما الذي سيفهمه الأطباء في نهاية الأمر؟ سيخضعونني إلى جبل من الاختبارات مشيدين جبلا مقابلا من النظريات لذا لم يكن لدي أي استعداد لأن أجد نفسي حبيسة في مثل هذا النوع من الأماكن في أحد الأيام جلست في المكتبة وقرأت كتابا عن النوم لم يكن هناك الكثير منها ولم تكن المعلومات التي تقدمها ذات شأن فهي تخلص جميعا إلى نتيجة واحدة النوم يعني الراحة تماما كإسكات محرك السيارة لأننا إذا تركنا المحرك يعمل من دون أن نسكته فإنه لن يلبث أن يتعطل فعمل المحرك ينتج طاقة وتراكم الطاقة هذا يتعب الآلة ذاتها التي ولدتها لذلك يجب إعطاءها قصة من الراحة لتبرد كولداون يعني أن نسكت المحرك وفيما يخص النوم فالأمر سيئا في حالة البشر يرتاح الذهني والجسدي معا فعندما يكون الجسد ممددا ترتاح العضلات وتغمد العينان ويتوقف ضفق الأفكار في وقت واحد لتتكفل الأحلام بعد ذلك وبشكل طبيعي بإزالة الكمية الزائدة من الطاقة التي أنتجتها الأفكار حسنا رغم كل هذا الذي قلت فقد كان أحد تلك الكتب سبيل الاكتشاف نظرية قيمة تتلخص في أن البشر عموما غير قادرين على تجاوز جملة من النوازع الشخصية المحددة على حد تعبير مؤلف النوازع الشخصية المحددة وينسحب هذا على النشاط البدني ونظيره الذهني على حد سواء فالناس يؤسسون نوازعهم الشخصية ذهنية كانت أو سلوكية ويدعمونها على امتداد حياتهم من دون مجرد الانتباه إلى ذلك وباستثناء الحالات الخارقة للمألوف فإن هذه النوازع إذا ما استقرت لا تمحى أبدا بعبارة أخرى الناس يعيشون حبيس نوازعهم تلك وبالنسبة إلى النوم يتابع المؤلف فإنه يعمل كمنظم لهذه النوازع فيسعى لإحلال الانسجام بينها تجنبا لفقدان التوازن مثل ما هو الحال لكعب حذاء اهترأ من جهة دون الأخرى وهو في هذا أشبه بمنظم علاجي فأثناء النوم ترتخل عضلات المستعملة طوال النهار ارتخاء طبيعيا وتهدأ دوائر التفكير النشطة بشكل يسهل عملية تصريف الطاقة وتهدأ دوائر التفكير النشطة بشكل يسهل عملية تصريف الطاقة وهكذا فإن الناس يبردون بين قوسين كول داون تماما مثل المحرك وهذا النظام مبرمج في كل الأجهزة البشرية ولا أحد بمقدوره تخطيه ولو أننا تخلينا عن هذه المنظومة فإن أسس الوجود ذاتها ستكون مهددة هكذا قال المؤلف نوازع ذكرتني هذه الكلمة بمهام منزلية تلك الأنشطة التي كنت أنجزها آليا دون أي مزاج الطبخ والتسوق والغسيل وتربية إبنه كل هذا لم يكن أكثر من مجرد نوازع كان بإمكان إتمام كل تلك الشؤون وعينايا مغمطتان لأنها لم تكن سوى نوازع أضغط على الزر ثم أجذب المقبضة ثم يكفي أن أقوم بذلك حتى يكمل الواقع مساره الطبيعي وبالتالي فإن تكرار الحركات ذاتها بشكل مستمر ليس أكثر من مجرد نزع يعني هذا أني كنت متعبة من نوازعي مثل كعب حذاء مهترئ من جانب واحد وكنت أحتاج النوم كل يوم لأصلح حالي وأبرد محركي هكذا هو الأمر عاودت قراءة المقطع بتأني ثم هزست رأسي مؤكدة نعم لا بد وأن الأمر كذلك ما الذي كانته حياتي إذن؟ أهترئ جراء نوازعي ثم أنام لأصلحني؟ أحقا لم تكن حياتي سوى هذا التكرار المقيت؟ أنتم تعلمون طبعا أن هذا لا يفضي إلى أي تجهة جالسة أمام الطاولة في مكتبة غارقة في وحدتي حركت رأسي في تصميم لست بحاجة للنوم قلت لنفسي حتى وإن جعلني ذلك أصاب بالجنون وحتى إن هدد أسس وجودي ذاتها لا يهمني أنا لا أريد أن أنام وليكن ما يكون فأنا أرفض أن أبكي جراء نوازعي ولا أرغب في نوم يأتي فقط ليجدل للطاقة التي استهلكتها تلك النوازع لا حاجة لي بذلك وإن لم يستطع جسد الكف عن الاهتراء جراء نوازعي فروحي ملك لي وسأحتفز بها لي وحدي لن أسلمها لأي كان ولن أتقاسمها مع أحد لا أريد أن أعالج ولا أريد أن أنام هكذا حدثت نفسي وحين خرجت من المكتبة كنت قد تسلحت بهذا القرار الجديد خمسة وهكذا إذن لم يعد انقطاع النوم يخيفني إذ ليس هناك ما أخشاه علي أن أرى الوجه المشرق من الأشياء وأقر بحقيقة أن حياتي قد أخذت بعدا آخر ما في ذلك شك لقد أصبح الزمن الفاصل بين العاشر مساء والسادس صباحا ملكا لي وحدي فحتى هذه اللحظة كان الوقت الذي قضيته في النوم يساوي ثلث أيام حياتي ذلك الذي يسمونه إجراءا علاجيا يهدف إلى تبريد المحرك لكن من هنا فصاعدا سيكون كل ذلك الوقت ملكا لي لي أنا ولا أحد غيري لي أنا فقط وبإمكان استغلاله على الوجه الذي أريده دون أن يأتي أحد لإزعاجه هكذا فكرت بعبارة أخرى كانت حياتي بصدد التوسع نعم لقد أضيف إليها الثلث بلا شك ستقولون لي إن ذلك شذوذ بيلوجي وستكونون محقين في كل الأحوال قد أجبر مستقبلا على سداد الدين لأني تمديت طويلا في التصرف بشكل غير طبيعي من وجهتي نظر البيولوجيا طبعا وربما أضطر يوما إلى إعادة هذه الحصة الإضافية من حياة التي أنا بصدد أخذها الآن حسنا حتى لو لم يكن لهذا الكلام أساس نظري يدعمه فما من شيء أيضا يقضي بضحضه أنا نفسي أشهر بمنطق ما في مثل هذا التصور أقصد أنه في نهاية المطاف يمكن أن يتساوى الوقت الذي تداينت به ونظيره الذي علي أن أدفعه لكن بصراحة الأمر سيان بالنسبة إليه فأن أموت جراء صنيعي ذاك في سن مبكرة أمر لا يثير في أي مشاعر لا حزينة ولا بهجة لذا بإمكان الاحتمالات والتخمينات أن تتابع سيرورتها أما ما سيبقى لي مستقبلا فهو إحساسي بأني كنت أوسع حياتي باستمرار ويا له من عمل رائع ففي النهاية كان هناك شيء ما يحدث شيئا منحني إحساسا عميقا بأنني أحيا ولا أبالي على أقل تقدير ثمة جزء مني لم يكن يعاني ولأجل هذا غمرني الشعور بأني ولأول مرة في حياتي كنت أعيش بحق أعتقد أن حياة البشر وإن امتدت طويلا لا معنى لها إذا لم يخالجنا الشعور بأننا بالفعل نحيا الآن أعي ذلك جيدا بعد أن تأكدت أن زوجي كان نائما بعمق كعادته توجهت إلى الصالون وجلست على الأريكة شربت كأس كونياك ثم فتحت كتابا كنت أعدت قراءة أن كرياننا في الأسبوع الأول ثلاث مرات متتالية وكلما قرأت زيادة كلما اكتشفت عوالم جديدة فقد كانت تلك الرواية طويلة حبلة بالألغاز والمستجدات تماما مثل علبة الباندورة كل عالم من عوالمها يحوي آخرا أصغر منه وهكذا إلى مال نهاية ومحصلة كل تلك العوالم مجتمعة تصنع كونا بأسره كونا أخاذا يقبع هنا بانتظار قارئ يكتشفه في المرة السابقة لم أدرك من هذا سوى جزء متناهي الصغر أما اليوم فإن نظرتي باتت تنفذ إلى الأعماق بسهولة فأرى ما كان توليستوي يريد قوله وما كان يريد القارئ أن يفهمه والفاعلية التي أراد من خلالها تخليد رسالته في شكل رواية بل وأيضا في أي شيء تتجاوز هذه الرواية كاتبها ذاته أجل صار بوسعي أن أميز هذا كله أصبحت قادرة على التركيز في كتاب ما المدة الزمنية التي أريد دون أن أتعب جراء ذلك أبدا بعد أن قرأت أن كريانانا عديد المرات المتتالية مررت إلى دوستيوفيسكي سيما بعد اكتشافي لقدرتي على قراءة أي قدر أريد من الكتب عبر تسخيري لكل طاقة تركيزي من دون أن أحس بالتعب وحتى المقاطع الأكثر إرهاقا كنت أفهمها دون بذل الكثير من الجهد فتأسرني عواطفا جياشة كانت أناية الحقيقية بصدد الاكتشاف ذلك أنني ومنذ توقفي عن النوم نجحت في توسيع مساحة وعيه بين قوسين ما يهمه هو قوة الانتباه فالناس الذين لا قدرة لهم على التركيز لن يجنوا شيئا وإن شرعوا أعينهم تشريحا هكذا كنت أحدث نفسي بعد برهة خلص الكونياك الذي لدي دون أن أشعر كنت قد شربت ما يناهز زجاجة بأكملها فتوجهت إلى مغازلة كبرى وطلبت قارورات ريمي مارتن مماثلة للتي شربتها وانتهست الفرصة فاشتريت أيضا قارورتي نبيز أحمر وكأسا فخما لشرب الكونياك دون أن أنسى البسكويت والشوكولاتة بين حين وآخر كانت المطالعة تثير مشاعر الحبيسة عندها كنت أتوقف عن القراءة لأملأ المكان كله حركة فأتعاط بعض الحركات الرياضية إذا ما تملكتني الرغبة في ذلك أو أكتفي بأن أذرع الغرفة جيئة وذهبا في شتى الاتجاهات وقد يحدث ويخطر لي أن أخرج للتنزه ليلا فأحاود ارتداء ملابسي ثم أخرج سيارتي من الموقف وأنطلق في جولة عشوائية داخل الحي أحيانا كنت أدخل أحد المطاعم المفتوح ليلا لأحتسي قهوة ولكن لشدة ما كان مرأة ناسي يؤلمني أصبحت أخير البقاء في السيارة كذلك كان يحصل لي أن أركن السيارة في مكان أقدر أنه على درجة جيدة من الأمر لا لشيء إلا لأقبع في الظلام مفكرة هذا إن لم أصل حتى الميناء لأتفرج على البواخر برهة من الزمن ذات مرة تقدم شرطي نحو سيارتي كي يطرح علي بعض الأسئلة كانت الساعة حوالي الثانية صباحا وكنت راكنة سيارتي تحت عمود نور محاذ للرصيف مسرحة نظري في الأضواء المنبعثة من البواخر مصغية في الوقت ذاته إلى الموسيقى القادمة من جهاز السيارة نقر الشرطي على شباك السيارة فخفضته كان شابا وسيما وشديد التهذيب فسرت له أني أعاني من الأرق وعندما طلب مني رخصة السياقة مكنته منها بعد أن دقق في الأوراق زمنا أخبرني أن جريمة قتل حدثت الشهر الماضي غير بعيد من هنا رجل وزوجته هجم من طرف ثلاثة مجرمين فلقي الرجل حتفه واختصبت المرأة قال لي شارحا تذكرت أني سمعت شيئا مثل هذا في الأخبار المحلية فحركت رأسي تفاهما من المستحسن عدم التسكع ليلا في مكان كهذا إلا لضرورة ملحة يا سيدتي أضف الشرطي وهو يمد لي رخصة السياقة شكرا سأذهب حالا قلتها وانصرفت كانت تلك هي المرات الوحيدة التي حدثني فيها شخص ما فقد تعودت أن أتجول في المدينة لساعة أو ساعتين دون أن يزعجني أيا كان لأعود بعدها وأوقف سيارتي في المرأة بالقرب من سيارة زوجي البلو بيرد البيضاء الراقدة في الظلام مرهفة سمعي إلى صوت المحرك وهو يبرد وحين ينقطع الصوت تماما أغادر السيارة وأصعد إلى الشقة عند دخولي أتوجه مباشرة إلى غرفة النوم للتثبت إذا كان زوجي ما يزال نائما وإذا به في سبات تام فأغادره إلى غرفة ابني لأجده بدوره يغط في نوم عميق لم يشعر أي منهما بما يشريه فما زال يظنان أن العالم يمضي كذي قبل بلا تغيير لكن ذلك لم يكن صحيحا لقد تغير العالم سريعا دون علمهم وبطريقة لا تحتمل العودة إلى الوراء في إحدى الليالي ظللت أتأمل وجه زوجي أثناء نومه مدة طويلة كنت قد جئت إلى الغرفة راقدة لأني سمعت صوت سقوتي شيء ما وحين وصلت وجدت المنبهة وقد وقعها على الأرض من المؤكد أن زوجي قد حرك ذراعه أثناء النوم فأوقعه إلا أنه استمر في النوم وكأن شيئا لم يكن يعني هذا أن لا شيئا يمكن أن يوقظ التقطت المنبهة ووضعته على الطاولة ثم قاطعت ذراعي ومكثت أنظر إليه لقد مر وقت طويل فعلا من دون أن أملي فيه النظر وهو نائم كم من السنوات على وجه التحديد في الفترة الأولى من زواجنا قمت بذلك مرارا وفي كل مرة كان هذا الفعل يبعث فيي إحساسا بالراحة والسلام ما دام ينام في مثل هذه السكينة فأنا حتما في أمان هكذا كان يبدو لي الأمر ولهذا السبب بالذات كنت فيما مضى أصرف الكثير من الوقت في تأمله وهو نائم ولكنني ذات يوم لا أذكر متى على وجه التحديد كففت عن فعل ذلك سأبذل جهدي كي أتذكر متى حصل هذا على وجه الدقة حسنا لابد وأن هذا حدث حينما كنت أتشجر مع أمه أيما ولادتي لابننا الوحيد كانت حماة امرأة متدينة فأرادت أن يتكفل القصيس باختيار اسم ابني لم أعد أذكر الآن ما هو الاسم الذي وقع اقتراحه ولكني أتذكر جيدا موقفي وقتها فقد رفضت أن يفرض علي أي اسم بأي تعلة وتشاجرت جراء ذلك مع حماتي شجارا حادا فيما التزم زوجي الصمت كان يجلس بالقرب منا قانعا بمراقبتنا دون أن يحرك ساكنا في تلك اللحظات بالذات فقدت إحساسي بكونه قادرا على حمايتي لأنه لم يبذل أي جهد لمساعدتي في معركتي تلك الأمر الذي فجر في مشاعري غضب عارم طبعا هي الآن قصة قديمة وقد تصالحت بعدها مع حماتي واخترت لابني الاسم الذي أريد كذلك تصالحت مع زوجي في الإبان لكن أعتقد فيما بيني وبين نفسي أني كففت منذ ذلك الوقت عن النظر إليه وهو ينام وها أنا ذا الآن أقف ناظرة إليه من جديد وهو غارق في نومه العميق كما عادته وقد خرجت إحدى قدميه الكبيرتين من تحت الغطاء مثنية في وضع غريب وكأنها ليست له كان فمه الكبير مفتوحا وشفته السفلة متدلية ومن حين لآخر كانت خياشيم أنفه ترتعش أما الجيوب الكبيرة تحت عينيه فقد منحته مسحة من الفضادة لا تقل قبحا عن طريقته في إغماض عينيه أضف إلى كل ذلك منظر جفنيه الغليضين كطبقة جلد ذابل تغطي العينين ممعنة للنظر في كل تلك التفاصيل الماثلة أمامي شعرت أني أمام شخص غبي تماما شخص يرقد كالموت حتى ليبدو مثلهم قبحا وإرعابا هذا غير ممكن أنا متأكدة أنه لم يكن هكذا فيما مضى قلت لنفسي عندما تزوجنا كانت ملامحه أكثر إشراقا صحيح أنه كان ينام بالعمق نفسه كما هو اليوم ولكن وجهه لم يكن وجه فاسق حاولت تذكر ملامحه أيما كنت أتطلع إليه وهو نائم فلم أستطع رغم كل المجهودات التي بذلت في كل الأحوال لا يمكن لوجهه الذي عرفت أن يكون بمثل هذا القبح إن ذلك مستحيل بأتم معنى الكلمة أترى الأمر حقا كذلك؟ أم أني فقط أحاول إقناع نفسي بهذا الرأي متجاهلة فرضية أن يكون وجهه بالأمس؟ وما يترتب عنها من إقرار بأن مشاعري تجاهه هي التي كانت تجعلني أراه مختلفا أراهن أن أمي كانت ستفسر الأمر بهذا الشكل هذا إن سألتها في الموضوع بالطبع فمثل هذه الاستنتاجات هي من صميم اختصاصها أذكر أنها كانت تقول لي دائما الحب الجارف لا يعمر أكثر من سنتين اثنتين ثلاث على أقصى تقدير لذا لن أستغرب أن تعلق اليوم قائلة لقد كنت تجدين زوجك جميلا وهو نائم لأنك كنت ترينه بعين القلب أجل هذا تحديدا ما ستقوله الآن لكني أجزم أنها مخطئة لم يكن زوجي فيما مضى قبيحا إلى هذا الحد أنا متأكدة من ذلك لقد فقدت ملامحه تماسكها جراء تقدمه في السن من جهة وإرهاقه الشديد لنفسه من جهة أخرى لقد كان مهتريا والأكيد أنه في المستقبل سيهترئ أكثر فيزداد دمامة وطبعا سيتوجب علي أن أتحمل أنا كل ذلك القبح سحبت الهواء عميق ثم تنهدت تنهيدة هائلة تنهيدة تكفي لإيقاظ دب من سباته الشتوي ولكن زوجه لم يتحرق قيده الملع فمثله لا يمكن أن توقظه بمجرد تنهيدة طبعا لا يمكن خاترت غرفتي وعدت إلى الصالون شربت كأسا من الكونياك وقرأت قليلا لكن خاطرا ما كان يشغل بالي فوضعت الكتاب جانبا وقصدت غرفة ابني تركت الباب مفتوحا ليتيحالي الضوء القادم من الرواق تأمل وجهي والدي وهو غارق في سباته قطعا هو يختلف عن زوجي إذ ما يزال طفلا مضيء البشرة خاليا من أي أثر للفضادة ومع ذلك كانت في سحنته أمر ما يزعجني إنها المرة الأولى التي أحس فيها بشيء كهذا تجاه ابني وقفت إلى جانب الفراش شبكت ذراعي ورحت أفكر أنا طبعا أحبه بل وأحبه كثيرا أيضا لكني في المقابل أشعر أن فيه شيء ما يثير غضبي لا شك في ذلك خفضت رأسي مسلمة أغمطت عيني وظللت كذلك زمنا ثم فتحتهما ونظرت إلى ولدي من جديد ففاهمت في الحال ما الذي كان يزعجني إنه شبهه بأبيه وبحماتي مسحة العناد والأنفة والغرور المميزة لعائلة زوجي كانت حاضرة بقواف ملامحه البريئة وكنت أكره ذلك أعلم جيدا أن زوجي عطوف وودود وأنه يعمل كثيرا من أجلنا وأنه لا يفكر يوما في خيانته وأعلم أيضا أنه كان لطيفا معي وجادا ومهذبا مع كل الناس إلى درجة أن جل صديقاتي كنا يرددن خصاله وكأنها باقة أغاني ليس بوسع التعليق على شيء من هذا كله لقد كان فعلا شخصا مثاليا لكني أظن أن ما يزعجني على وجه الدقة هو هذه المثالية المفرطة فمثل هذا الخلو التام من العيوب يشي بنوع من الحزم الضمني لديه حزم يمنع تسرب الخيال إلى عالمه وهذا هو بالضبط ما يقلقني لقد كان ولدي للأسف يمتلك الملامح ذاتها تقطأت رأسي مجددا في النهاية هو أيضا شخص غريب سيكبر يوما بعد يوم دون أن يفهم ما تحس به والدته لكن أكرر القول إن حبي لولدي لا يحتمل الشك فالمسألة محسومة بالنسبة إلي كل ما هناك أني لن أحبه في المستقبل بالشغف ذاته هكذا أخبرني حدسي أوافقكم أن الأمهات العادية لا يفكرن هكذا وأن فكرة هذه لا تمت لعالم الأمومة بصلة ولكني كنت أعلم أن ذلك آت لا محالة نعم سيأتي يوم أحتقر فيه ابني كذا شعرت وأنا أتأمل وجهه وهو نائم أحزنتني الفكرة كثيرا أغلقت باب الغرفة وأطفأت ضوء الرواق وانصرفت جلست ثانية على الأريكا في الصالون فتحت الكتاب مرة أخرى ثم عاودت إغلاقه بعد بضع صفحات نظرت إلى ساعتي فوجدتها تشير إلى الثالث صباحا تسألت بيني وبين نفسي ترى كم من ليلة مضت دون أن يكحل النوم جفني أذكر أن أول ليلة كانت ليلة ثلاثاء منذ ما يزيد عن الإسبوعين وهكذا أكون الآن في يوم السابع عشر وبالتالي في ليلة السابعة عشر من دون نوم سبعة عشر يوما بلياليها ولم ينتابني النعاس بعد مدة طويلة بحق حتى أني لم أعد أتذكر ما الذي يعنيه أن أنام أغمطت عيني لأجرب محاولة استحضار شعوري بالنعاس لكني لم أحصل شيئا سوى اليقظة المعتمة اليقظة المعتمة ذكرتني العبارة بالموت وماذا لو مت أقصد إذا حدث ومت الآن أي معنى ستحمله حياة المنصرمة طبعا لم تكن لدي فكرة عن المعنى الحقيقي لحياة الماضية والموت إذن ما عساه أن يكون حتى ذلك الوقت كنت أعتبر النوم دفعة تحت الحساب من رصيد الموت بعبارة أخرى ليس الموت سوى نوم أكثر عمقا خالي من أدنى درجات الوعي الحاضر عادة أثناء النوم العادي الراحة الأبدية البلاك آت هكذا كنت أرى الأمور لكن ماذا لو لم تكن كذلك قد يكون الموت حالة مختلفة تماما عن النوم ظلمات يقظة تمتد إلى ما لا نهاية له كهذه التي أراها خلف جفني المطبقين نعم لما لا يكون الموت بقاء أزاليا في حالة يقظة معتمة كلا إن ذلك مرعبا حقا وإذا لم يكن الموت مرادفا للراحة فأين هو الخلاص المنتظر من هذه الحياة المرهقة المليئة بالعيوب في الأخير لا أحد يعلم حقيقة الموت من فينا رأها حقا لا أحد لذا فالأموات وحدهم يعرفون هذه الحقيقة أما الأحياء فيجهلون كل شيء عنها هم فقط يتخيلون مجرد افتراضات وتخمينات بسيطة لا أكثر التفكير أصلا في أن الموت راحة غير منطقي بالمرة فما دمنا لم نموت بعد لا يمكننا الجزم بشيء قد يكون الموت أبعد مما نتصور عن الراحة المرتجعة عند هذا الحد من التفكير تملكني رعب فضيعة رعشة باردة مرت عبر ظهري فسمرتني في مكاني وأنا مكمضة للعينين عاجزة عن فتحهما من جديد كانت صورة الظلومات الكثيفة ثابتة أمامي ظلومات عميقة بلا أمل في النجاة ممتدة تماما مثل هذا الكون الفسيح كنت وحيدة أكثر من أي وقت مضى فحاولت التركيز علني أشحى ذوعي بدلي أني لو رغبت فعلا في أن أرى حتى آخر هذه الظلمة الموحشة فسيكون لي ما أردت إلا أن الوقت لم يكن قد حان بعد حسنا لو أن الموت هو هذا فما الذي علي فعله أقصد لو أن الموت هو أن أظل مستفيقا إلى الأبد وعينك تحضقني في الظلمة فتحت عيني أخيرا وقضفت إلى حلقي ما بقى من كاس الكونياك في جرعة واحدة نزعت قميص النوم ولبست سروال جنز وقميص فوقه معطف قصير ثم عقدت شعري على شكل ذي لحصان وحشرته تحت رقبة المعتف قبل أن أختم بوضع قبعة زوجي البيسبول على رأسي نظرت إلى نفسي في المرآة فوجدتني أشبه ما يكون بولد ممتاز هكذا حدثت نفسي أدخلت قدمي في حزائي ونزلت إلى المرأب سعت إلى سيارة السيفيك وأقدرت المحرك جاعلة إياه يشخر لفترة أرهفت السمع برهة وإذ وجدت أن الصوت ظل على حاله ما يعني أن كل شيء على ما يرم ودعت يدي على المقود وأخذت نفسي عميقا ثم مررت السرعة إلى المستوى الثاني وانطلقت أثناء القيادة بدت للسيارة أخف من العادة وكأنها تنزلق على سطح الماء واصلت تغيير مستويات السرعة بحذر ثم تركت المدينة واتخست الطريقة السريعة المؤدية إلى يوكهاما كانت الساعة قد جاوزت الثالثة صباحا بقليل لكن حركة المرور ما تزال مزدحمة تسليت بمراقبة شاحنات الهائلة الحجم وهي تتجه نحو الشرط محدثة اهتزازات على طول الطريق فخطر لي خاطر غريب سائق الشاحنات أيضا لا ينامون فهم يرتاحون في النهر ويقودون طوال الليل لتحسين دخلهم إذن أنا أيضا بإمكاني العمل ليلا ما دمت لا أحتاج إلى النوم هكذا كنت أحدث نفسي من وجهة نظر بيولوجية لم يكن ذلك طبيعيا لكن من ذا الذي يعرف الطبيعة حقا نحن فقط نقرر ما الطبيعي وما غير الطبيعي عبر استخلاص الاستنتاجات من التجارب وأنا كنت عند نقطة تتعدى كل الاستنتاجات والتصورات لنقل إني عينة متجاوزة لمصار التطور امرأة لا تنام أو امرأة ذات وعي ممتد أنموذج مغاير للارتقاء في سلم التطور البشري جعلتني الفكرة أبتسم قلت حتى الميناء وأنا أستمع إلى الراديو كانت بي رغبة في الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية ولكن لا محطة كانت تبث هذا النوع من الموسيقى في أواخر الليلة فكل الإذاعات متخمة بشربة الروك الياباني وبأغاني حب مملة في غياب الموسيقى التي أريد وجدتني مضطرة لسماعهم وهو ما خلق لدي انطباعا بأن انطلقت فجأة إلى مكان بعيد جدا خارجي عوالم هايدن وموزارت في النهاية توقفت عند موقف السيارات الكبير هذا جلت ببصري في العلامات البيضاء المخصصة لتحديد الأماكن ثم اخترت الموقع الأفضل بالقرب من عمود النور مستغلة خلو المكان من السيارات إذ لم تكن هناك سوى سيارة واحدة مركونا سيارة قديمة الطراز بيضاء اللون ببابين فقط من ذلك النوع الرياضي الذي يحبذه معظم الشباب لابد وأن من بها عاشقين لم يجد ما يكفي من المال للذهاب إلى النزل وهم الآن بصدد ممارسة الحب داخلها ضغطت القبعة التي على رأسي إلى أقصى حد ممكن إخفاء لكون امرأة كي أتجنب المشاكل ثم ألقيت نظرة فاحصة تأكدت من خلالها أن الأبواب مغلقة بالمفتاح وفيما أنا أنظر حولي بشرود عادت بالذاكرة إلى ليلة من ليالي سانتي الجامعية الأولى كنت قد خرجت فيها مع رفيقي بسيارته فحدث أن ماضينا في المدعبات بعيدا حتى أنه لم يعد قادرا على المزيد من الاحتمال فأخذ يرح علي من أجل أن نمارس الحب معا ولكني رفضت ما زالت صورتي وأنا ممسكة مقود بكلتا يدي عالقة بذهني أذكر أيضا أني ساعتها كنت مستمتعة بالموسيقى التي يبثها الريديو إلا أني ويال الغرابة لم أعد أتذكر جيدا وجه الفتى الذي خرجت معه وكأنه صار ينتمي إلى ماض بعيد جدا منذ انقطاع النوم عني بدأت ذكرياتي في الإضمحلال أمر غريب حقا كل من قضت ليلة إضافية إلا وأحسست أن أناية تلك التابعة للزمن الذي كنت أنام فيه مثلي مثل جميع البشر ليست هي أنا الحقيقية وأن كل ذكرياتي لتلك الفترة ليست بالذكريات الصحيحة أحقا يمكن للأشخاص أن يتغيروا إلى هذا الحد؟ سألت نفسي وكل هذا دون أن يعلم أقاربهم شيئا عن الأمر بالنسبة إلي مثلا أنا وحدي أعلم أني تغيرت وحتى لو فسرت ما يجري للآخرين فإنهم لن يفهمونني أو بالأحرى لن يصدقوني وإن حدث وفعله فإنهم لن يستطيعوا أبدا فهما هذا الذي أشعر به على وجه الدقة فهم في أفضل الأحوال لن يروا في أكثر من مجرد شخص يهدد أمن عالمهم الصغير المقام على الاستنتاجات بينما أنا فعلا تغيرت لا أعلم كم من الوقت مضواءنا قابعة هنا في السيارة دون حراك مغمدة عيني متصلبة اليدين على المقود غارقة في ظلام يقض لكني فجأة شعرت بحركة قرب السيارة ففتحت عيني ونظرت حولي كان هناك ظل في الخارج يحاول فتح الباب لكن ولحسن الحظ وجده مقفلا بالمفتاح بعد قليل أدركت أن هناك خيالين لا خيالا واحدا خيالان أسودان يحصران السيارة من اليمين واليسار لم أستطع تمييز وجوههما ولا ملابسهما كل ما أمكنني رؤيته ظلان حالك السواد واقفان بجانب السيارة التي بدت وهي محشورة بينهما ضئيلة جدا كعلبة مرتبات صغيرة شعرت بها تتمايل يمينا وشمالا بعد ذلك تلقل باللور الأيمن لطخة من قبضة شخص ما أعلم أنه لن يكون شرطيا هذه المرة فالشرطي لا يضرب بهذه الطريقة حتما ما من شرطي يجعل سيارة غيره تهتز كتمت أنفاسي مفكرة ما العمل؟ كان ذهني مشوشا والعرق يسيل غزيرا من إبطي علي أن أشغل السيارة بأسرع ما يمكن المفتاح علي أن أدير المفتاح حررت يدي من على المقود وخطفت المفتاح خطفا أدرته إلى اليمين كليك 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 صرصر المحرك لكن السيارة لم تشتغل مرتجفة الأصابع أغمطت عيني وأدرت المفتاح من جديد لا فائدة لا شيء سوى صارير حاد كذلك الذي تصدره الأضافر حينما تخبش حائطا متينا سعل المحرك مرارا ومرارا دون أن يشتغل والآن الرجلان من حولي مستمران في هز السيارة أشعر بقوات الاهتزاز تتضاعف أكثر فأكثر لا بد وأنهما يريدان قلبها ثمت شيء ما غير عادي لو فكرت بهدوء فإن كل شيء سيتحسن فكري فكري هدئي من روعك وفكري هناك شيء ما غير عادي غير عادي أقول لنفسي لكن لا أعرف ما هو الظلمة الشاسعة تحيط بروحي لم يعد بوسع الذهاب إلى أي مكان يدايا ترتعشان دون توقف أنزع المفتاح ثم أحاول إدخاله في الفتحة الثانية لكن ارتجاف أصابعي يمنعني أكرر المحاولة مرات ومرات فيسقد المفتاح من يدي أنثني كي ألتقطه فلا أستطيع لشدة اهتزاز السيارة وحين أعاود الإنحناء من جديد يصطدم رأسي بالمقود صدمة عنيفة ها أنا ذا أستسلم أحشر نفسي في مقعدي وأغطي وجهي بيدي وأغرق في البكاء لم يعد باستطاعتي فعل أي شيء آخر وحيدة بلا سند محبوسة في علبة الصغيرة هذا غارقة في بحر من الدموع عاجزة عن الذهاب إلى أي مكان إنها الساعة الأكثر إظلاما في هذا الليل وفي الخارج ما يزال الرجلان يواصلان هز سيارتي في كل الاتجاهات لحظة أخرى فقط وسينجحان في قلبها ترجمة نانسي قنقر